الكشف عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد وفاة زوجها إليكم التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد كشف مصدر طبي عند طورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز حيث قال هذا المصدر أنها تعاني من فشل رأوي حاد وقال المصدر أن حالتها غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيها على جهاز التنفس الصناعي حيث أنه لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سامير غانم لافتين إلى أن المسح الأخيرة ما زالت إيجابية إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حيث غيب الموت الفنان سامير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاما داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة حيث تدهورت حالته بسبب مشاكل صحية في الكلا وتدهورت حالته إسر إصابته بفيروس كورونا حيث نقل إلى الرعاية المركزة قبل أيام وتدهورت حالته الصحية إن لله وإن إليه راجعون إلى أن توفي يوم الخميس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سائلنا المولى عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ترجمة نانسي قنقر